السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو بمشيط الله سوف نقدم لكم قصة جميلة جدا سوف تدمع لها العين وهي قصة عبرة ورائعة فسبحان الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فتاة صغيرة كانت تعيش مع أختها الصغيرة المريضة وأهلها قد فقدوا الأمل في علاجها ولكن إذا أراد الله شيئا فيقول له كن فيكون وإليكم القصة كاملة فتابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة إذا أعجبكم هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الفتاة نفقت على بطن أختها الصغيرة المفرقة للحياة ثم سمع الأهل صوتا جعلهم يغرقون في الدموع الولد الرابع لإيموستيفن ولد مبكرا بعد 29 أسبوع من الحملة لكن ولدة إسميث ترفقت معدة مضاعفات خاصة بالمولدة قبل أو أنهم كثيرا يجب أن تبقى في الحاضنة عدت أشهر ومستقبلها ما يزال غمضا بقي أهلها بقربها وشجعوها بأفضل ما يستطعون في الظرف 12 أسبوع أصبح عند بوبي من القوة ما يكفي كي تعود إلى منزله في مقطاعة كيمبرجة في شمال إنجلترا لكن سرعان ما يلاحظ الأبوين الساعدين أمر نقلقهما بوبي يسيل عبها بغذرة ويبدو أنها أقل تعقوما بنفسها من الأولاد الآخرين بعمرها شخص الأطباء إصابتها بمرض موبس مرض عصوية يتولد عنه شلل في الوجه بحسب النتاج أكد الأطباء أن الفتاة لن تكون بورد أن تتكلم أو أن تمشي برغم الخبر المرعب قررت العائلة أن تتعلق بالأمل كبرت بوبي وتعلمت كما الأطفال الآخرين من عمرها باستثناء بضع مشاكل تنفسية صغيرة مر السنة 2015 بدون مشاكل بالنسبة للعائلة لكن عندما كانت بوبي على وشكل احتفالة بعيد ميلادها الثاني انهار علم عائلة سميث بشكل كامل ذات صباحة ذهبت إيميل توقظ بوبي لكن هذه الأخيرة لم تتحرك يروي ستيفن كنت أشعر بنبضها لكنها لم تكن تتحرك فهمنا فورا أن شيئا خطيرا جدا على وشك أن يحدث كانت تتنفس لكن هذا كما لو كانت تبحث عن الهواء في نفس الوقت ونقلت الطفلة على وجهها السرعة لمستشفى أولدهاري المتخصص بالأطفال في ريفربول يوم عيد من لدها ازداد الوضع سوءا يتذكر ستيفن هذه اللحظة وحنجرته مجدودة بدأت عينها تتقلبين أظهرت صورة لقفصها الصدرية أن رأتيها كانت ممتلأتين بالسوائل وعاد تنفسها ليتوقف في تلك الليلة بدأت بنوبات تشنج وأصرع وكانت حالتها تتدهور بسرعة كما لو أن هذا لم يكن يكفي فقد أظهر السكنر أن بوبي تعانى أيضا من نقص خطير في الأكسجين الواصل إلى الدماغ كان الأطباء متشائمين بالنسبة لوضع الطفلة هل سيخسر إيمو استيفن ابنتهما بعد كل هذا الحب وكل هذه الطوقة وكل الطوقة التي بذلاهما في خلال هتين السنتين الأيام التي تلات عيد ملكهما الصغير في اليوم السابق العيد الميلاد جاءت كل العائلة ليترى بوبي في المستشفى عارفين أنه قد يكون هذا العيد الأخير الذي تحتفل به العائلة سويا في هذا الوقت كانت بوبي ما تزال غائبة عن الوعي منذ عدة أسابيع لم تكن تتفاعل لكن الأهل بقوا محافظين على الأمل لكن فجأة اقتربت أختها الكبرى ميرسي ذات الـ 12 عاما من أختها ونفقت على بطنها وخلافا لكل التوقعات بدأت بوبي طلحك يقول استيفن شيء لا يصدق فيما بعد علمنا أنه ليس من النادر للأشخاص في هذه الحالة أن يظهروا انفعالات ظن الأطباء أنها ليست سوردود فعل غريزية لكننا أشعر أن الأمر أكثر من هذا الأشهر التي تلات هذه الأمسية كانت مليئة بالمفاجئات وصلت بوبي تقدمها بشكل خارق اليوم تمشي بوبي يديها عليها ورجليها أكثر من ذي قبل حسب ما يقول أهلها أنها تتبع لجن فزيائيا مكثفا جدا لتستعيد حركتها العديد من الأشخاص عرضوا دعمهم لهذه العائلة كشفت الصغيرة بوبي عن قوة إرادة الحياة بداخلها يبدو أن مدعبة أختها لها ساعدتها لتقدم بهذا الشكل المثل ألا يقولون أن الحب يصنع المعجزات وهذه مشيئة الله عز وجل فسبحان الله متابعين الكرام إذا نال هذا الفيديو على أعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والأعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بما شئت الله تعالى اشتركوا في القناة والأعجاب بالفيديو اشتركوا في القناة والأعجاب بالفيديو اشتركوا في القناة والأعجاب بالفيديو